احباي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة اليوم اخواني سنتعرف على اقوى حاسوب محمول في العالم من فئة القيمين لنتعرف على موصفات هذا الحاسوب تابعونا في هذه الحلقة اخواني سنتعرف على موصفات هذا الحاسوب الخارق الذي تربع على عرش اقوى الحاسوب المحمولة في العالم فما هي المواصفات التي جعلته اقوى حاسوب في العالم من حيث الاسي بيو الجرافيكس الرام واشياء اخرى سنتابعها في هذه حلقة تابعونا اخواني الحاسوب الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة هو حاسوب اكس ام جي ايبكس 15 او اكس ام جي ايبكس 15 هذا الحاسوب كما تلاحظون جاء على شكلة باقي الحواسيب القيمين او جاء على شكلة باقي الحواسيب القيمين من فئته كما مثلا تلاحظون يعني في حواسيب شركة ازيوس او 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 الحواسيب الخارقة اخرى في فئة القيمين ان هذا الحاسوب اخواني اني جاء لكسر الروتين الذي نشاهدوه من خلال بمواصفات خارقة في هذا الحاسوب الان نلتقى الى مواصفات الحاسوب تابعونا اخواني هذا الحاسوب جاء من خلال الشاشة جاء على قياس اخواني ننتقل الان الى القلب النابض لهذا الحاسوب وهو المعالج هنا يمكنك طلب المعالج حسب رغبتك انت يمكنك طلب المعالج حسب الطلب يعني من المعالج الذي يأتيه مع الحاسوب الى معالج اقوى يمكنك كذلك مثلا طلب الحاسوب من معالج الذي يأتيه مع الحاسوب وهو AMD Ryzen 3000 desktop وهو معالج جميل جدا وقوي للغاية وصنف من احسن المعالج في العالم لحد الان ويمكنك كذلك طلبه بمعالج اقوى من هذا وهو معالج AMD Ryzen 9 يعني هذا المعالج قوي AMD Ryzen 9 300 تربض هذا المعالج اخواني هي صيل من ما بين 3.1 الى 4.3 جيجاهيرت ننتقل الى القنبل الموقوطة في هذا المعالج انه يحتوي على اثنى عشر كونز او اثنى عشر نوعات انه تتخيل انك لديك اثنى عشر معالج في الحاسوب 24 تريد 24 تريد انه شيء خير قابل للتصديق اخواني انه معالج خارق ننتقل الان الى الميجا في الكاش او الذاكرة الداخلية في المعالج لان كل معالج اخواني يحتوي على ذاكرة داخلية وهي تسمى الكاش على غرار الذاكرة العشوائية او ذاكرة الوصول العشوائية التي هي الرغم كلما كانت الذاكرة الداخلية لحاسوب اقوى او اكبر كان المعالج اقوى بكثير هذا الحاسوب جاء بمعالج خارق وبسيعة خارقة ايضا في الكاش وهي 64 ميجا في الكاش اخواني اما المواصفات الاخرى في الغرافيكس ننتقل الان الى الغرافيكس الغرافيكس الآن بخيارين كذلك يمكنك طلب الحاسوب بكارت غرافيك انفيديا جي فورس ايرتي اكس 2060 جيجا في 6 جيجا بايت او يمكنك طلبه بانفيديا جي فورس ايرتي اكس 2070 جيجا يعني فعلا انه خارق الآن نلتقل الى الرام او الراندم اكسس ميموري الحاسوب يأتي بكما تلاحظون في المنشط تجاهد الان في الشاشة انه جاء بمنفذين للرام يمكنك تركيبهما على حدة سوكت واحدة او رام واحدة دي دي اير فور دي والشانل 64 جيجا بايت اما ننتقل الان الى ستوريج يأتي هذا الحاسوب يأتي دون تعديلات يأتي ب درايف او ليس هذا الدرايف يأتي بس اس دي من سامسونج او شركة اخرى بسعة 1 تيرابايت أما وزن الحاسوب إخواني فيصل وزن الحاسوب إلى 2.6 كيلوغرام وسعة البطارية هي 62 وارد لكن المتخصصين في هذا المجال انتقدوا شيء واحد في هذا الحاسوب وهو الطريقة التي تعمل بها التاتش باد أو الفأرة في الحاسوب بعد المتخصصين كما تبعنا اشتكت كثيرا من جودة أتوتشباد أو الفأرة في الحاسوب إخواني هذا الحاسوب جاء بمواصفة قياتي لكن تلاحظون شكل جميل جدا وأنيق شاشة رائعة مواصفة أخرى جميلة الديمانشن جاء بعنيق ديمانشن جميل كذلك فالتمن تروح ما بين 2000 دولار وفاق أما بالنسبة للأشياء الأخرى التي جاءت في الحاسوب إخواني مثلا الويفي كارد يعني جاءت 202 يعني و جاءت مثلا جاء كثيرا به جاء كثيرا به جاء كثيرا بالبورت يعني USB تايب 2 و USB تايب 3 يعني second generation وجاء بأشياء أخرى من HDMI والهيتفونز وجاء كثيرا بالمايكروفون كذلك جاء بالإسدي كارد وأشياء أخرى ممكنك تتركيبه على هذا الحاسوب كذلك إلى هنا لا تنتهي حلقة اليوم إخواني إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الزر سبسكرايب ثم الضغط على الزر لايك إن لم يأجبكم الفيديو لا تنسوا كذلك الضغط على الزر ديس لايك بيتشجعون على إعطاء المزيد إلى اللقاء